زوج المرأة منها بمكان طبعا أمر طبيعي أني قلبك وجاعك وزوجك توفاه الله 26 سنة وأرملة يعني صغيرة حبيبتي لكن لا يكلف الله نفسا إلا وسعاه الله سبحانه وتعالى لما بينزل ابتلاء بينزل معه اللطف وده من جمال تقدير الله سبحانه وتعالى في ابتلاء وفي بلاء جعلينه أربنا بيحوطوا باللطف الله اللطيف يلطف بنا في مجرد به المقادير فاللطف في الأمر هو اللي مصبرك أمر طبيعي هتبضى لي كده لكل أرملة بتسمع كلامي ما تعسيش داخل الصدمة إحزاني وخدي وقت الجريب بتاعك إحزاني وخدي الوقت في الحزن ولكن ما يقعدكيش لعن عمل ولا يقعدك عن متابعة أولادك ولا يقعدك عن تبقي واقفة محلك سر عايشة في قلب الصدمة مش قادرة تطلع فيها أولادك تتأثروا نفسيتهم تتأثر أنت ذات نفسك مش هتلاقي عارفة التعامل معاهم يعني أعرف ناس كتيرة أرامل وكانوا صغيرات وعاشت في الصدمة كتير إلى أن خرجت خرجت من الأمر ده بالصحبة يعني شوفي الأهل اللي الدعمين وانا دايما بدعوا أهل الأرملة وصحابها والمحيط الناس المحيطة بيها أنهم يدعموها يدعموها الفترة أو أنها لحد ما تطلع برا برا إطار الأمر والمفاجأة والوقع والفاجعة اللي هي فيها أعنوها تعهدوها بالزيارة الخال العم الجد اللي موجود دعموها بالزيارة هاتوا الأولاد وشلوها خرجوهم مفرحوهم ويا بنتي دي سنة الحياة إحنا عشنا مية عشنا ميتين عشنا خمسين عشنا عشرة ده سؤال الله سبحانه وتعالى كده كده إحنا إلى الله ده إحنا في دار سفر يعني الدنيا دار سفر ينظر كيف تفعلون فأدعو الله سبحانه وتعالى يعينك على المسؤولية أدعو الله سبحانه وتعالى ينجي قلبك معلش أمر صعب ولكن قطيلك هدف أنا عايزة أطلع برا البوطقة دي نزل اجتماعيات روحي خروجات روحي فرحي أولادك الخروجة الإسبوعية بتاعت أولادك ما تسبيهاش أنت دلوقتي بيتي أب وأم وانت وصع وانت وصع لأن الله سبحانه وتعالى قال كده انت وصع هو حد يقولك ما انتشهط لا أتقدري وأتبقي زي الفل يكفي سوابك يوم القيامة تحشري كتفك يوازي كتف النبي عليه الصلاة والسلام يقرع باب الجنة النبي أول من يقرب معا امرأة من المسلمين مات عنها زوجة قاعدت على عيالها تربيها مش معنى كده ان انا بقولك لا أعودي لا 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 وجاءت فتح لك مجال تاني لزوج صالح حنون على أولادك خير وبركة وده الإسلام محل ليه الكلام ده لكن انت لسه فترة محتاجة ان انا أقعد مع نفسي ما تكتقي وقعيش عشان ما تكتقي بيش طلعي وطلعي عيالك والبيئة المحيطة معاك تسعرك أدعو الله سبحانه وتعالى يربط على قلبك بالتقوى يا رب اللهم أمين